اشتركوا في القناة 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 من الجهد السياسي في أنه يكون مقبول من الأطراف لكني لاحظت يعني بالتضييق على حزب الله على الأقل لا يكون له موقف مش مدعم لموقفه السابق من حزب الله وأنه جزء من الدفاع اللبناني جزء من المقاومة اللبنانية جزء من الجهد العسكري اللبناني هذا تصريحات خطيرة قبل أسبوعين أنا أعتقد أن الإيرانيين يشعرون بالضيق يشعرون بالمخاطر ولذلك لاحظت قبل شهر الشهر اللي راح فيه سرعة في دفع الوزراء اللبنانيين للذهاب إلى سوريا والتعامل يعني معاكس للحالة اللبنانية اللبنانية طبعا يعني كانت تسير بمسارات معقولة إلى حد ما خصوصا وإحنا نعرف أنه دخل مليون ونص لاجئ سوري لكن مع هذا ظل لبنان إلى حد ما هذه لكن لما شفت أنا الإيرانيين يعني دفع الوزراء اللبنانيين للذهاب والوزير الخارج يعني سفير لسوريا الجديد أيضا يعني يوريك أنه هناك قوة تريد أن تخلق واقع لبناني سوري معادي للبنان معادي للعرب يعني كما كانت سوريا تحتل لبنان بالتالي طبيعي يعني الآن الأمور متغيرة ومتحدثة ونحن شفنا الزيارات وشفنا أيضا يعني الموقف السعودي من حيث على الأقل التوازن في لبنان أعتقد أنه يعني أشعر أنا بأنه قصة أن يبقى لبنان في يد حزب الله والقوة المناوئة للعرب أنا أعتقد أنه هذا يعني هذا من الطائف نحن عملنا الطائف والكل عمل الطائف لكن الطائف كانوا والناس يقولون فقرة نزع حزب الله مثل كل القوة كان يعني الناس السعودية وغير السعودية قالوا يعني اتركوه لفترة لكن نحن اليوم لبنان والعرب يدفعون هذه لو كنا وقفنا بصلابة في ذاك الوقت ربما اليوم ليست عندنا مشكلة ممتاز دكتورة أمل تبقين تعليقين على الموضوع يعني ترى سعاد الحريري أيضا عبر عن خشيته من الاغتيال وقاس أيضا الوضع المتأزم على أنه عوده إلى ما كان يحدث عندما تم اغتيال والده فإيش رأيك في الوضع لبنان هل يستقر هل أولا طبعا في لبنان لا يوجد مفاجآت توقعي شيء يحصل في أي وقت الشيء الثاني الاستقالة كانت مسببة كانت واضحة أنه يعني دولة رئيس لا يستطيع نزع سلاح حزب الله وفي نفس الوقت لا يستطيع حمايتها من إيران بل الأسوأ من ذلك أنه لا يستطيع حماية الدول العربية من لبنان كونها صبحت قاعدة لإيران وحزب الله هذا شيء الشيء الآخر والأهم ما قيل طبعا سبب الشخصي كون أنه تعرضوا محاولة اغتيال هذا أيضا مهم لكن إشارته إلى أن هذه الفترة هي تشابه الفترة ما قبل اغتيال رفيق الحريري لا أعتقد أنه فقط المعني فيها الغتيال بل ما بعد ذلك وبعد ذلك كانت يعني عام 2005 كان بعد ذلك حرب حزب الله وإسرائيل صحيح فأنا أعتقد أنه الاستقالة هذه بداية لنقطة تحول كبيرة جدا في المنطقة فيما يخص حزب الله بشكل رئيسي فيما يخص إيران بشكل عام سواء موقف سواء وضع إيران في سوريا سواء وضعها في دول يعني في اليمن في العراق لكن أعتقد أنه مثل ما ذكر في خطاب الاستقالة أنه ستقطع يد إيران أنا أعتقد أنه رسالة مباشرة لحزب الله أنه في مرحلة قادمة ستكون صعبة جدا على حزب الله سأعلم بالله منتاز عبد الله يعني هل ترى أن لبنان في وضعه الحالي قادر على تخلص من الوصاية الإيرانية لا أظن يعني أنه خلال فترة بسيطة ممكن يتخلص من لا مش لازم في فترة بسيطة بس وارد هذا هذا كل شيء وارد لكن أنا أعتقد أن هذا العمل يبغى هو عمل مؤسسي طويل يعني ما حصل مثلا اليوم من استقالة الحريري أنا في وجهة نظرنا أنه تعويم للواقع اللبناني يعني كانت إيران حزب الله وإيران يمارسون ما يشاءون في السلطة اللبنانية من خلال غطاء سعد الحريري يعني بوجود سعد الحريري كانوا كل وزراء حزب الله يتصرفون بما يمليه عليهم حزب الله أو بما تمليه عليهم إيران جبران باسير باسير ولا غير فنعتقد أن ما حصل هو تعويم الآن رفق غطاء إعادة 14 أذار إلى موقع المعارضة يعني لبنان يحتاج الآن إلى توازن موضوعي ما بين قوة فانتفت تماما 14 أذار خلال العشرة أشهر الماضية من خلال وجودها في الحكومة يعني أصبح زعيمها هو رئيس الحكومة فبالتالي اختفت المعارضة المعارضة القوية التي كانت موجودة لثمانية أذار أو فريق حزب الله وعون أنا أعتقد أن بهالاستقالة هذه ستعود من جديد المعارضة هناك سيناريوهات كثيرة ممكن أن تحصل منها اليوم كان مثلا الحريري حاد جدا قطع يد ومفردات قاسية فدول كثيرة في المنطقة لها أهداف من إعادة إيران أو إخراج إيران من لبنان يعني السعودية مثلا دولة متأثرة حزب الله كانوا في اليمن مثلا يدربون الحوثيين على مهاجم السعودية فبالتالي لنا موقف معين موقف سياسي معين من حزب الله يعني ليست المسألة مسألة وصايا سعودية إيرانية مثل ما يقولون وصايا سعودية سورية سين سين والخلافة نحن متضررين في السعودية من وجود حزب الله الآن فالسعودية عندها خيارات كثيرة الآن لمعالجة موقع حزب الله في إيران مثل ليش؟ مثلا أنا أقول منذ زمن بعيد لماذا لا يخاف اللبنانيون أن تتحرك أي جهة إقليمية معينة في تسليح جماعة أخرى في جماعة أخرى توازن حزب الله في الواقع اللبناني يعني حزب الله الآن داخل دولة حزب يمتلك سلاح معين ربما نحن لا نريد هذا الأمر ولا ندعو إليه لكن القوت ربما يكون هناك أيضا هذه المسألة موجودة أيضا لمعادة يعني لا السعودية ولا غير السعودية أنا متأكد أن هذه ليست من أولوياتها لا طبعا لست تزود الأزمة أزمتها وليست من أخلاقيات السياسة السعودية العمل بهذه السياسة لكن أنا أقول أنها قد تكون في المستقبل يعادة الواقع اللبناني إلى ملعب مساحته 50 ألف كيلو متر فقط تبقى هناك يعني هناك الكثير يقولون ما المشكلة من إعادة الحرب اللبنانية الأهلية السادقة يعني هناك الكثير من المراقبين يقولون من المشكلة من إعادة الحرب اللبنانية هي في النهاية تبعد ألاف الكيلو مترات عن السعودية تبعد ألاف الكيلو مترات عن الإمارات تبعد عن الكويت فما دامت هذه المنطقة خلال يعني الحرب الأهلية قد تبعد الخطر الإيراني المتبثل في وجود حزب الله في اليمن أو في مناطق أخرى أو حتى في البحرين أو خلافة فربما تكون أنا أعتقد الآن يعني أقرب سيناريو هو أن يتعود يعود حزب المستقبل إلى جانب المعارضة وهذا قد يساهم نوعا ما في عادة تشكيل المستقبل اللبناني منتاز دكتور زينب أنت كيف تقرين الأحداث السحة اللبنانية حاليا أنا لا أستطيع أن اليوم كانت استقالة الحريري جديدة جديدة صراحة فصعد أنه نتنبأ الآن في أي أعتقد أنه لابد هو كان فيه إرهاصات قبل ذلك وكان فيها أحاديث جانبية وتفاجأنا اليوم الكل تفاجأ باستقالة الحريري طبعا استقالة الحريري لح تظهر أكيد لح تظهر بعد أيام السبب والمسببات وأكيد هناك مسببات وهو تحدث عن ذلك أنه تعرض للتهديد لذلك أرى أنه أنا بالنسبة لي أرى أنه ننتظر قليلا حتى نحكم على الوضع ونرى ماذا يمكن أن يكون بعد ذلك ممتاز أنا بس أذكر بشيء واحد وجود حزب الله وتمدد حزب الله ذراع قوية لإيران ما فيه كل ريال باعتراف حسن نصر الله كل دولار يدخل لحزب الله هو من إيران وبالتالي لا أحد يفكر بأن سيخرج حزب الله من معادلة السلاح بالمفاوضات السياسية إذن بإيش؟ عن طريق تحالف دولي يجبر حزب الله على البقاء في لبنان ونزع سلاحه بدون تحالف دولي مثل داعش يشكل تحالف دولي لمساعدة الدولة اللبنانية كلامك زين وخطير يعني بس أنا أقول لك بدون أيضا ما تتخضع حزب الله إلى أن يكون حزبا سياسيا سيظل الذراع القوية لإيران واليوم حزب الله ليس في لبنان فحسب لا هو الآن في العراق وفي سوريا كم عنده قوات في سوريا بحجة إيش؟ ذراع أساسية لإيران إذا هناك رغبة حقيقية وعلينا أن ننتبه في المستقبل لا أحد يتورط بأنه يكون في رأس الحربة إذا في أحد يدعو إلى وضع حزب الله حزب سياسي حزبه الصحيح والحقيقي عليها أن يشكل تحالف دولي يعيده إلى حقه الطبيعي خلي شوف الدكتور آل يعني لابد من الإشارة أنه اليوم في تنسيق روسي أمريكي حول الوضع في سوريا فإيران أصبحت خارج المعادلة السورية هي وميليشياتها طبعا الوضع في اليمن اليمن يعني التحالف مدعوم بالكامل من القوة الدولية العراق تنظفت تقريبا من داعش داعش ليست موجودة الآن في سوريا يعني كل مالها تضعف صحيح فاليوم في اتفاق سوري عفو الروسي أمريكي حول كيف ستكون وضع المعارضة داخل سوريا من سيحكم سوريا المرحلة الانتقالية في سوريا إيران ستكون خارج المعادلة حزب الله راح يكون خارج المعادلة سيعود حزب الله إلى لبنان مرة أخرى يعني طبعا من خلال هذا الاتفاق يعني سيعود بالرضا أو بعدم الرضا سيخرج من سوريا فقوة الموجودة الآن اللي نعتقد أنها كانت مؤثرة جدا في تأخير أو تأزيم الوضع في سوريا ستنتهي بخروجه وعودته إلى لبنان عودته هذه بهذا الشكل مدرب مدعوم قوي متغطرس إلى آخره قد تكون أحد شرارات يعني نشوب يمكن صدام أو حرب في ما بعده عودتهم إلى لبنان أيوة عبدالله نقول أن الوضع غير السوي أيضا الذي خلقه حزب الله في لبنان جعل من لبنان دولة برلمانية رئيس الوزراء هو من يسير السياسة الداخلية والخارجية في العادة لكن خلال السنة الماضية رأينا العماد ميشيل عون يتحرك وكأنه في نظام مخترط كأنه نظام فرنسي يعني يساهم في صنع السياسة الخارجية بشكل كبير له أيدي كبيرة في مجلس الوزراء كذلك يتحرك من خلالها في صنع سياسة داخلية وخارجية أنا أعتقد أنه ربما نشهد خلال الأشهر القادمة من خلال ما حصل اليوم إعادة لبنان من جديد إلى حالة وضعه السابق فاصلت من عود إليكم أنا أعلم بكم الجديد وأنا أعلم بضيوف الكرام دكتورة زينب إبراهيم دكتورة أمل الهزاني سعد عبدالله العتيبي سعد عقد الباهلي إلى منظرنا التالي يبدو أن الأزمة القطرية وصلت إلى منعطف الانفصال الخليجي إذ أبدى الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني استياءه من الحملة الإعلامية القطرية غير المسؤولة والتي تجاوزت كل الأعراف والقيم فيما أعلنت البحرين صراحة مقاطعتها لأي اجتماع خليجي تحضره قطر فيما استغل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسم الموقفة وقال أن المجلس الخليجي يتعرض لأزمة وجودية كبرى متوقعا أن يشهد تغييرات جذرية في المرحلة المقبلة في الوقت ذاته فرضت البحرين على القطريين الحصول على تأشيرات دخول مؤكدة أن إجراءاتها في تشديد منح التأشيرات لزائري البلاد يأتي في إطار سعيها إلى دحر الإرهاب والتصدي له بكل حزم وقوة نحن اليوم نحازل السيدات في المحور الأول بديت مع الدكتورة أمل الآن أبدأ مع الدكتورة زينب إيش رايك دكتورة؟ هل تعتقدين أنه فيه أفق العقد القمة الخليجية مع ما يحدث الآن من تجاذب؟ طبعا نحن علمتنا السياسة أنها تنطلق من فكرتين الفكرة الأخلاقية والفكرة المصلحية كلا هالسيناريوين سيطبقون على مجلس دول التعامل طبعا القمة الآن الكويت تحاول جاهدة أنها تعقد القمة بوجود قطر هناك سيناريوهات وأراء مختلفة لعقد القمة طبعا القمة ستعقد وتمنى أن لا تعقد في ديسمبر وهناك أراء كثيرة الرأي الأول هو الكويت ترى أن عقد القمة يكون في موعدها في ديسمبر وتدعو قطر ويكون فرصة للمصالحة لكن هذه لها تبعات كثيرة الشيء الثاني أن هناك من يرى أن عقد القمة في وقتها لكن بدون دعوة قطر وهذه سيكون في مشكلة بين اللي هو مع الكويت وسلطنة عمى لأن لهم رأي في موقفنا إزاء قطر الرأي الثالثة لا تعقد إحنا ما قلنا شيء على فكرة البحرين هي اللي قالت البحرين سوّت أكشن سوّت لها منعات اللي هو الآن اللي بتأشيرها اللي هم المواطنين قالوا أنهم لن يحضر أيضا إذا حضرت قطر إذا حضرت قطر إذن أنتش تعتقدين تعتقدين أنها ستنعقد هو الآن السيناريوهات أنه الكل يحاول لكن أنا أرى أنها لن تنعقد وحتى لو لم تنعقد لن يحصل شيء لمجلس الدول التعاون مجلس والتعاون حرام يعني أن ينهار بالطريقة هذه ويتفكك ويصير فيها الآن يعني هو إحنا ما نبغى يكون فيه ضعف وتفكك وننتظر لربما صحيح أنه الآن إحنا لا نرى حقيقة أي بوادر من قطر إنها لإصلاح الوضع لكن ننتظر يعني وإنه ما نعقد القمة أفضل بكثير نشوف اللي هو السيناريو إيش اللي حيحصل ولو لم تعقد لن يحصل شيء يعني ما في أي إشكالية إذا لم تعقد القمة أستاذ أبدالله إيش تعليقك ما الذي تتوقعها أولا هل هناك بوادر لعقد القمة مع تصريح البحرين بأنها لن تقبل بالحضور بوجود قطر ثم لو أنها لم تنعقد فعليا يعني قبلت لو أن عقدها القصد فعليا بدون وجود قطر هل هذا يتسق مع نظام دول مجلس تعاون بالله أعتقد أنها لن تنعقد بدون قطر ولن تنعقد بوجود الدول الست فالتالي أعتقد أنها لن تنعقد نهاية في الفترة الماضية يعني لا أعتقد أن الكويت في موقف يجعلها تعقد قمة بدون قطر لا أعتقد أن الكويت في موقف يجعلها يعني تسطف مع الدول المقاطعة وتقرر عدم منع قطر أو تقرر منع قطر من حضور القمة القادمة ولا أعتقد أيضا أنها قادرة على أن تدعو قطر في ظل اعتراض في ظل اعتراض هذه الدول يعني فبالتالي أعتقد أنها لن تنعقد لكن أيضا أظن أن عدم انعقادها ليس انفراطا لمجلس تعاون خليجي وأقول دائما أن القضية ما بين الدول الثلاث زائد مصر مع قطر ليست ليس الهدف منها مجلس تعاون خليجي هي قضية بين دولة في مجلس تعاون خليجي ودول أخرى لكن أقول دائما وتمنى أن لا يكون لها تأثير أبدا على منظومة المجلس تعاون خليجي لماذا؟ أي لأن مجلس تعاون خليجي الذي يمتد ل37 سنة الآن أو 36 سنة أي يعني كثير من الشعوب المنطقة يقول أنهم لم يستفيدوا الاستفادة الحقيقية من وجود هذا المجلس لكن أنا أقول دائما أن فيه استفادة وحيدة من مجلس تعاون خليجي والتي هي أنه منع قوة إقليمية أن تتواجد في المجلس خلال السنوات الماضية يعني تواجدت قوة عالمية فرنسا موجودة بريطانيا موجودة أمريكا موجودة لكن كل هذه الدول حلفاء لدول منطقة لكن لم تتواجد تركيا لم تتواجد إيران لم تتواجد دول يعني لها خلافات مع دول أخرى فبالتالي أنا أعتقد أن هذه الحسنة الوحيدة أو على الأقل بالنسبة لي التي كانت لمجلس تعاون خليجي طوال الفترات الماضية أنها صنعت صورة عظيما من التدخل الخارجي في مجلس بحيث حافظة على وجود هذه الدول أو على مصالح هذه الدول الآن تركيا موجودة إيران يقال أيضا أنها موجودة في قطر بسبب مكابلة قطر ومعاندة قطر وذهابها إلى هذه الدول بسبب الخلاف فبالتالي أنا أعتقد أن على الدول الثلاث دائما النظر إلى أن مجلس تعاون هو ركن لا يمكن أبدا أن يتم التنازل عنه بسهولة يجب أن نحافظ على المجلس تعاون الخليجي وإن سعت قطر إلى هدمه يجب أن يبقى هذا المجلس حتى وإن سعت قطر إلى هدمه يجب أن يكون هناك سعي لهذا المجلس موقف الكويت الحقيقة يعني كثيرين لو أعطيتني دقيقة واحدة كثيرين في السعودية والدول المقاطعة يعني يقولون لماذا الكويت إلى الآن لم تتخذ موقف من الأزمة الخليجية أو أزمة قطر ولماذا هي تقف وراء مسألة الوساطة يعني كثيرين يقولون الكويت يعني بادرت بالوساطة لتخفي موقفها خلف هذه الوساطة لكي لا يكون لها يعني عواقب أو ترتبات من خلال الوقوف مع أحد أحد أطراف لكن أنا فقط أريد أن أذكر يعني الكويت دولة صغيرة بجانب دولة كبيرة مثل السعودية ونعتقد دائما في كل دول العالم وفي خارطة العالم يعني هناك حسابات معينة للدول لأحجام الدول في المنطقة الكويت دولة مهددة من العراق يعني على مدى ثمانين أو تسعين سنة هاجمها العراق كل ثلاثين سنة يهاجمها ولن يتوقف هجوم العراق هذا يعني يعني ربما يعني إذا كانت الحكومة العراقية الحالية مثلا برئاسة العبادي والمالكي وغيرهم يعني يتبادلون التمثيل الدبلوماسي مع الكويت ربما بعد ثلاثين سنة لا يتبادلون التمثيل الدبلوماسي ربما يكون هناك أيضا يعني هجوم آخر دعاءات أخرى بحقية ضم الكويت وكانت سعودية طوال هذه الفترة ثمانين سنة سواء في حكم الملك غازي أو في حكم عبد الكريم قاسم أو في حكم صدام حسين كانت تقف دائما مع الكويت فأنا فقط أريد أن أذكر الكويت بهذه المسألة وأن عليها التفكير استراتيجي وليس فقط مسألة يعني ممالأة ومعها كسياسية بين دول المنطقة طيب خليش شوف الدكتور عامل إيش رأيك يعني أيضا إلى أي مدى تعتقدين أن قطر يمكن أن تستمر في عنادها ومكابرتها يعني قبل يومين يمكن الشيخ تميم صرح أنه مستعد للحوار مع الدول المقاطعة لكن طبعا هي ليست أول مرة تقال ويبدو أن الأمر ليس بيدي بمئة بالمئة يعني يعني يقدم خطوة ويتراجع لكن سواء يعني عنده استعداد الحوار ولا لا يعني ما هي متاهة الطريق واضح وسبل الحوار واضحة والوساطة الكويتية يعني وجودها يعني يعتبر ميزة يفترض أنه لو كانت قطر تنوي المصالحة يعني تستطيع تتقدم من خلالها لكن بالنسبة المجلس التعاون أنا يعني لابد منذكر أن المجلس يعني معظم الناس يعتقدون أنها هي القمة التي تعقد والبيان الختامي الذي يعني يذكر بالنهاية للإشماعات لا المنظومة المجلس التعاون فيها علاقات ثقافية وتعليمية وصحية وعلاقات بين الدول الست كثيرة جدا لكن بالنسبة لعقد القمة أنا يعني أنا شخصيا لا أعتقد أنه يقبل حتى لو خفضوا تمثيل الدول يعني حتى لو قات البحرين والسعودية أنا بخفض تمثيل ما رح يعني لن يمثلها مثلا الملك أو ولي الاهد تمثيل مثلا وكيل وزارة الخارجية فرضا حتى لو أن كان هذا صحيح هو وافقت من البحرين وأنا سبعد أنها توافق على هذا التمثيل حتى أمام العالم صورتنا أمام العالم هل تجلس عن نفس الطاولة مع دولة مدانة بالنسبة لك يعني هذه دولة عدوة وضعت نفسها في موقع عدوة تخفيض التمثيل لا يعني شيء لكنه يعني مثال يعني لو أنا كان من الأمر شيء بدل ما نضع يعني الهالة الكبيرة حول القضية القمة تعلق أو تجمد عضوية قطر في مجلس التعاون مع استمرار لمنظومة المجلس بكل أعمالها وليست هذه المرة الأولى في سوابق كثيرة أهمها يعني تاريخيا في تاريخ العرب تجميد عضوية مصر بعد توقيع السادات للمعاهدة بالرغم من الاقتلاف الهائل يعني بين القضيتين من حيث أهداف السادات اللي كانت استرجاع أرضه وحماية بلده وليتنا يعني فعلنا ما فعل السادات كانت الأمور الآن تغيرت فممكن تجميد العضويتها وتنتهي القصة حتى يعني تتضح نوايا من هي لحد شهر والزيادة إذا تميم عنده نية نية تقدم خطوة فالرياض موجودة والشيخ صباح موجود الوساطة ومن ساعدين نسمع يعني تنفيذ للشروط التي قيلت عاد ذلك أعتقد أنه شيء يعني صعب جدا لا إقليميا ولا دوليين أن نجالس دولة عدوة يتفضل يتفضل صاحب قد تنشاك يتفضل بخصوص موضوع قطر أولا يعني الأمل الوحيد أنا في الأسبوعين اللي راح تنشارك كان يعني عندي أمل أنه يعني تتمشي الأمور بس لا أزال على استند على شغله وحده أنه لا أزال الأمل قائم نعم بس لا أزال على شغله وحده أنه القرار بيد القيادة السياسية شغله وحده ممكن يعني يعني يساهم على الأقل في التخفيف لأنه لو بدأنا في التخفيف الأمور الأخرى تمشي تباعا تباعا ربما ربما تحدث هذه لكن أنا كنت يعني إذا كان فيه على الأقل إذا النوايا أنا ما أدري طبعا نحن كل ما أدري وش اللي يجري فوق لكن إذا كان هناك رغبة من الجميع فيه مثلا تسوية الأزمة يعني هناك تسوية وهناك موقف نهائي من بعض الأشياء ما ممكن التسوية التي تجي بعد هذه الأشياء لكن إذا كان هناك نوايا تسوية أو رغبة بأنه يعني ممكن معالجة أنا أعتقد أنه إتاحة فرصة على الأقل لقوة مدنية مثل مجالس الشورى مثل يعني اتحادات نسائية اتحادات كتاب يعني مفوت تجتمع في مكان تشوف إلى وين المشكلة وكيف نساهم نساعد الأطراف في أنهم يعني يحلونها لأنه بقاء الموضوع معلق بالقيادات الرسمية طبعا هذا ما فيه يعني كله واضح المطالب هذا لا يمكن إنجازه إلا يعني المشي فيه أو الإشارة البدع فيه لأنه ذول زي مجالس الشورى أو الآخرين أو أصحاب الرأي لا يمكن يعني يبدون إلا إذا كان هناك رغبة من حكوماتهم يعني أنا أعتقد إنه إذا فيه شيء يسمح على الأقل حتى مش شرط إنه يحدث شيء إيجابي يخترق لكن يحاولون الناس ربما يعني يصير فيه هدوء يصير فيه أشياء بس إذا كان ما فيه رغبة فأكيد لو ترسل إيش ما رأي بس عبد الله تيبي قاعد يضحك إذا يمكن ما أعجب هذا إيش تعليقك عبد الله هل هذا وارد إنه الاتحادات الأهلية أو يمكن أن تسهم في حل مثلا 13 ما أخذ على قطر يمكن أن تحل حلها مثلا لا أعتقد اتحادات الأهلية صارت اتحادات منتخبة صارت مثل يعني لها رأي سياسي معين ملزم للحكومات أحيانا يعني أعتقد كلها دور لكن الخلاف الذي ذكره الأستاذ عقل يعني أنه في دولة مارقة خارجة عن إطار هذه الدول الخمس وتسعى إلى هدم بناءات هذه الدول الخمس فما أعتقد أنه سيكون للاتحادات التي أصلا ما لها حمل على الأرض يعني ما لها تأثير على الأرض لا المجالس البرلمانية في كل دول الخليط ولا الاتحادات ولا النقابات ولا غيرها يعني بسم الله مرحبا هو طرح رأي جميل صراحة وسلمي وممكن أنه يذيب المواقف سواء قطر أو السعودية إذا فيه الكويت قالت أنه إذا عقدت مثلا إذا أنهم دعوا قطر للقمة فإنه بإمكانهم أن يكون فيه إصلاح وفيه بوادر من قطر هذا كلام الكويت لكن إحنا لا نعلم وجميل صراحة هو حالم الحالم لكنه جميل صراحة وإنه ليش لا جدا يعني عضو في مجلس الأمة ومثلها كثير يعني من يعني الشاب هنا في الرأي فنعتقد أن المسألة هذه مشجعة هي بالنهاية يعني قيادة السياسية عليا هي التي تحدد لأنها هي التي تبلك الملفات تعليقات مثل لماذا لم تستشير الكويت وتستشير سلطرات عمان أمور مثل هذه لم نستشير أحد في عام 90 ولا نستشير أحد في حماية يعني أمننا القومي أبدا يعني طبعا الرأي هذا صفاء الهاشم أو لهم أو يمتلكون نفس الرأي فاصل ثم أنا أعود إليكم أهلا بكم أهلا بضيوف الكرام أستاذ عبدالله العتيب أستاذ عقل الباهلي دكتور أميل هزاني دكتور زين إبراهيم فإلى موضعنا التالي أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيا بإنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وأمر بتعيين وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان رئيسا لمجلس إدارتها وضمت الهيئة في تشكيلها رئيس أمن الدولة ورئيس الاستخبارات العامة ونائب وزير الداخلية ومساعد وزير الدفاع فيما صدرت الإرادة الملكية الكريمة بارتباطها بالملك وجعلها الجهة المختصة في المملكة بالأمن السيبراني والمرجع الوطني في شؤونه بهدف تعزيز الأمن السيبراني للدولة لحماية مصالحها الحيوية وأمنها الوطني والبنى التحتية الحساسة فيها قل لي إيش شايف أنت الأهمية إن شاء مثل هذه الهيئة يعني في الأمن الوطني في التقدم التكنولوجي في الحماية قل لي بس وبإجاز وجهة نظرك والله أنا أنا مش متخصص في الحماية الإلكترونية لذلك يمكن يكون رأي مش يعني الرأي اللي يعني اللي داخل في تفاصيلها المسألة بحيث أنه يفندها ويفصلها للمشاهد لكن أنا أعتقد أنه يعني المستقبل هو مستقبل العمل هو المستقبل السيبراني الفضاء السيبراني على كل الأصعدة يعني فبالتالي إذا لم يكن هناك جدار حماية قوي يحمي البلد فأعتقد أننا سنسقط مع أول الذين سيسقطون خلال 20 أو 30 سنة مقبلة يعني أنا أعتقد هذه الهيئة هي مثابة حرص الحدود الذين يقفون هم مثابة الجمارك الآن في زمن يعني في وقت من الأوقات كانوا الأعداء يستهدفون السعودية مثلا بتهريب المتفجرات مثلا لإحداث متفجرات في مناطق معين من السعودية كانوا أيضا يستهدفون السعودية بتهريب المخدرات عبر الحدود أيضا للقضاء مثلا على القوة العاملة في السعودية أو شباب اليوم لكن الآن أصبحت الأفكار المهربة هي التي تهدم سواء عن طريق التواصل الاجتماعي سواء عن طريق الفيروسات التي تخترق أجهزة الوزارة الفنانية أو الشركة الفنانية مثل ما حصل في رامقو قبل فترة أو حصل في أيضا أجهزة حكومية قبل فترة أخرى أو حتى عن طريق أحيانا مثلا المشاركة وإذكاء الفتن هنا داخل البلد من خلال معرفات وهمية أو أعطاء أسماء سعودية أعتقد أن من يقوم بهذا الدور هو مركز اعتدال الآن يعني أنا أعتقد أن الهيئة لها أهداف أخرى اعتدال يقوم بهذا الدور وهذا دور مهم جدا أنه يحاصر الأفكار المهربة التي قد تنفجر في السعودية في أي وقت أنا أعتقد أيضا من أسماء مجلس إدارة الهيئة رئيس الهيئة رئيس الهيئة هو دكتور مساعد العيبان مساعد العيبان معروف يعني بخبرة القانونية قانونية وأيضا من الرجال الأكفاء في البلد مجلس الإدارة رئيس الاتصالات رئيس مساعد وزير الدفاع والطيران رئاسة أمن الدولة نائب وزير الداخلية المباحث فهذا ليس قرار يوم وليلة أعتقد أن هذا الأمر يعدله من سنوات والآن أصبح على أرض الواقع ممتاز ما تعليقك يا دكتور زينب بالنسبة للأمن السبراني هو فكرته عملية حماية للخوادم الخارجية والداخلية للمملكة وهذا تطور طبيعي جدا لأي بلد في العالم يستخدم التكنولوجيا وهذا نوع من أنواع الأمن اللي يفترض أنه خطوة يعني أنا أعتقد أنها هي خطوة جيدة ولكنها الحمد لله أننا بدأنا فيها ووضعنا لها هي الآن خاصة من أجل حماية كل ما يتعلق بأمن الدولة وأمن البلد وحتى المشروعاتنا ومشروعات الاقتصادية والمشروعات التكنولوجية وعندنا مشروع نيوم طبعا المشروع هذا قائم على التكنولوجيا صحيح فالتكنولوجيا هذه هو ثورة نعتبر ثورة ثقافية يعني لما نقول إحنا الآن نحن في عصر التكنولوجيا فلما نقول أمن سبراني وعندنا مشروع نيوم فكلاهما خطان متوازيان مع بعض فكلاهما لا بد أن هذا مرتبط في الشيء الآخر فعندنا التكنولوجيا هذه لما نحمي أمننا القومي وتكمل الكلام بسيطة عبدالله حماية للأمن القومي وعبارة عن أن أعتبره ثورة ثقافية الآن لحماية حتى المشروعات التكنولوجية والاقتصادية والآن كلنا شغلنا على الإنترنت وعلى الشبكات فهو الآن ونتعرف أن حتى إسرائيل الآن هما من الدول المتقدمة في أمن الشبكات وشاطرين جدا في العالم في عملية حتى بحوثهم فيها المطلع البحوث وكذا كله في أمن الشبكات فأتمنى أننا فعلا نواكب هذه الدول في هذا المشروع أنا سعيدة في المشروع هذا وإن شاء الله سنقلنا نقلة بإذن الله أستاذ عقل أنت خارج الهواء كنت تقول ما لك في هذا لكن في النهاية أيضا هل تابعت أنت مثل هذا الجهاز والتشكيل الذي تم من خلاله يعني زي ما قال أيضا عبدالله المباحث كل القطاعات الأمنية دقيقة فهل عندك تعليم في هذا عندي فهم أنا فهم ما لها علاقة وشي زينون بس عندي فهم أنه كان كل هذول اللي في مجلس الإدارة كلهم كانوا يراقبون ويحاولون حاولون يعني يسوون حمايات بس كانوا كل واحد عنده يعني في مجاله وفي جهازه الخاص في جهازه وبالتالي الآن أنت تجمع قدرات هائلة في مكان واحد هذا طبعا يضيف قدرة لهم والكوادر تتوحد والجهد يتوحد ومصادر المعلومة تتوحد أيضا نحن نذكر كل المراحل اللي مرينا فيها في الأخير طبعا فيه بس شغلة مهمة من الناس دائما الرقابة يعني على المعلومات تفسر بأنها يعني لما يقول هالناس ما يتحدثون فيه الناس الخطر الآن أكثر من علاقة الناس بالمعلومات الخطر الاقتصادي الآن ولذلك تذكروا لما انضربت أرامكم هذا ما كان يبحث يعني هذا التهديد اقتصادي بحث يعني ما كان اللي يهمونها الناس يعني فأنا أعتقد أنه هذا شيء يعني مسألة أن يكون تذكرا الأحداث الأخيرة الاختراقات الأخيرة الفيروسات هذه اللي جاء يعني كان الجهات اللي مسؤولة ساعة مدينة الملك عبد العزيز وكل يعني يقول أنا ما له على الأقل الآن أمام صانع القرار فيها الآن جهة جهاز مسؤولة عن هذا أيضا أكيد اللي يشتغلون في هذه الحقول يحتاجون تشريعات لأنه فيها أشياء أنت عشان تعاقب أحد أو تقول أن هذا مخطئ في هالحالة تحتاج لها تشريعات هذه الهيئة ستوضل يعني تخلق بيئة قانونية للتعامل مثل هالمخاطر اللي تيجي يعني تعرف مو بس أن تحقيق ذك شغل قانوني يواجه المخاطر هذه لأنه أيضا المخاطر هذه يكون فيها أحيانا تعاون من جهات من أفراد من وللتالي بيئة لازم يكون فيها بيئة قانونية توفرها الهيئة ممتاز دكتور أمل أيضا أنا أظن أنه كان عندنا احنا مشكلة فيما مضى الآن من خلال هذه الهيئة ستزون هذه المشكلة وش المشكلة فيما مضى أنه جزء كبير من الكوادر في هذه المسائل غير سعوديين الآن التوجه في الهيئة هيئة الأمن السبراني هو الاستقطاب الكوادر الوطنية المؤهل بل وتدريب إيش رائعك أنت في هذا التوجه يعني أنا بالنسبة لي أتحدث مثلا عن جامعة الملك سعود أذكر يعني عام 2010-2011 كان فيه توجه كبير من كلية علوم الحاسب والمعلومات لعق دورات مكثفة وستقطاب باحثين وعمل بحوث حول اللي يسمونه الأمن المعلوماتي أو الأمن الإلكتروني طبعا كل الآن يعني كل مؤسسة حكومية سواء قطاع عام أو خاص يعني حكومية عامة أو قطاع خاص كلها لديها إدارة للحماية الإلكترونية يعني مثلا عندنا إدارات حساسة جدا مركز المعلومات الوطني أبشر مثلا يعني أكمل المعلومات الهائل والحساسة اللي موجود فيه مدينة مركزة أيضا لديها يعني كل جهة كانت تحاول تحمي نفسها وتقي نفسها من أي اختراقات من هذا النوع الآن في دعوة للكوادر الشبابية من السعودية في المبتعثين اللي يعني رجعوا بتخصصات دقيقة من ضمنها كان الأمن الإلكتروني لأنه يعني خلينا نقول من أربع خمس سنوات ظهر مسمى ومصطلح للإرهاب الإلكتروني يعني اليوم الحزب الديمقراطي الأمريكي يتهم أن روسيا تدخلت في الانتخابات الأمريكية والروس يقولون أثبتوا وفي مراسلات ونزالت تحقيقات جارية يعني يهمني أنه عامة الناس تفهم كلمة سبراني مثلا وتبسيط لها سبراني يعني سايبر يعني العالم الافتراضي كل ما هو افتراضي اليوم مثلا تشغل طائرة درون طائرة مغير طيار هذا تعتبر أنظمة تشغيلية معلومة مهمة ووثيقة مثلا في وزارة الداخلية والخارجية هذه تعتبر معلومة مهمة نفس كلها تقع في تحت هذه المظلة سواء كانت محتوى معلوماتي سواء كانت نظمة تشغيلية أي أن كانت ستكون من مهام هذه الهيئة حمايتها ممتاز أهلا وسهلا بكم وإلى موضوعنا التالي أطلقت الهيئة العامة للرياضة في السعودية جملة من القرارات الرياضية كان أبرزها السماح للمرأة بدخول الملاعب بدءا من العام القادم إذ حدثت الهيئة الرياض وجدة والدمام لتكون أولى المدن السعودية التي تدخل النساء ملاعبها لحضور مباريات وفعاليات الرياضية كما قررت الهيئة البدء في تركيب البوابات الإلكترونية في الملاعب إضافة إلى تكييف ملعب الجوهر المشعة بجدة وإنهاء صيانة ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة خلال ثمانية عشر شهرا إضافة إلى تسليم منشأتي الرائد وأبهى خلال المدة ذاتها وعننت الهيئة أيضا عن فتح حسابات بنكية لكل ناد في الدور السعودي للمحترفين ليتسنى للجماهير التبرع لأنديتها عقل الله أنا ما عندي شك إنك مبسوط من هذا القرار وبالتالي يعني أسألك كده من باب يعني من الباب يعني أي بس أكيد أنك مبسوط لكن في النهاية علمني يعني هل أنت شايف إن القرار تأخر أم لا أنا ما عندي بالقرار أنت أخر الإيزين اللي يصلح هاعتبره عظيم أهل لي راح طيب هذا قرار عظيم ولا لا لا قرار عظيم واشياء كثيرة ممتازة ونورها اليوم في الملعب من هي نورها؟ زوجت أوه ما شعره إيش فيه اليوم فيه برعة؟ فيه فعالية ولا ما دمشي الله ما دمشي طبعا من الأشياء لا لا من هي الترفيير ترفيير بس كل السيدات اليوم فلستان وشي يعني مفرح وعظيم خلم استانسوني ومبسطون أنت شايف إنه أيوة؟ إي أنا شايف إنه فيه عندنا جوال عحصة قاعدين نشيلها الحمد لله فيه يعني مناطق أحجار رخمة قاعدة شال والحمد لله كويس حنا رآن يعني نتنفس نذهب إلى المستقبل نذهب إلى أن نكون مثل الناس بس أنا ما أبغى أي شيء إلا أن نكون شعب طب مثل الناس وش يزوون الناس نسوي إحنا نصلي ونصوم ونستانس ونسافر ونجي مثل الناس الحمد لله الآن يعني أن الأطفال يستانسون السيدات يستانسون حنا بعد نروح ونستانس وأعتقد أنه يعني هذا الشيء الطبيعي لأنه ما قبل هذا كانوا الناس يحتقنون لأنهم فقط يعني يقال لهم لا هذا لا تسوون وهو طبيعي محلل ولا في شيء طيب ما في محاذير ترى ألا ترى أنه يمكن أن يكون هناك محاذير في حضور النساء شوف يا حبيبي ما فيه ولا شيء في الحياة إلا فيه خطأ وصواب الصواب يعزز والخطأ يحارب بالقانون ويوقف بالقانون وبس حتى تعرف أنه فيه أرهاب الحمد لله من يوم أن الأشياء بدت تاخل الطبيعي وليس قراراتا بشيء غير طبيعي لا لا أحنا قاعدين يصدر قرارات الحمد لله بس معاملة يعني التعامل مع الإنسان كإنسان طبيعي أما لا أحد طالب باختراق قانون ولا طالب بأي شيء منذ بدأت هذه الحالة الكل يشهد بأنه الشكاوي خفت الناس هدأوا العالم صارت تروح ولم نسمع في مجالسنا ولا في تويتر حوشتهم في هلاك المحل صجتهم في هذا المحل تعدي من هذا المكان ووش اللي صار في هذا حنا يا أخي صرنا يوم من الأيام هذا الشغل اللي نسمع وش صار وش صار هذا الحمد لله هدأ المجتمع وصار طبيعي ويتحرك ونأمل أنه كل شيء حق للإنسان أنه أيضا نروح فيه ونهتم في العلم ونهتم بالحياة ونهتم أن نعيش مثل كل شعوب الأرض وأنا أعتقد أن هذا مطلب بسيط وعادي والقيادة حريصة الآن على تحقيق مثل هذه المطالب نتأمل أنه فيه مطالب كثيرة نحن طماعين وشعب وودنا كل شيء يتحملوا أنه شوي إذا طالبنا بشيء قد نشوف الدكتور زينب ما رايك أنت ما رايك في هذا القرار هل عندك نية هل عندك ميور رياضية هل ترغبين في حضر مباريات طبعا نبا أنا عندي ميور رياضية وأحب فعلا المباراة أحب الكورة وكنا دائما نحضرها كنت تتمنى أن أحضرها في الملعب من حق القرار هذا بالنسبة لي ما رايك أنه قرار تاريخي أقول قرار سعيد لأنه حتى يجمع الأسرة يجمع الأسرة الزوج مع زوجته والأب مع أبنائه وبناته يروحون مع بعض يشاهدون شيء يعني شيء مشروع يعني الكورة ما فيها أي شيء ما فيها أي مخالفات يعني سواء دينية أو غيره هي مشكلتنا يعني ما فيه مشكلة زي ما تفضل الأستاذ عقل أنه أي شيء أي مخالفات تحصل في كل مكان العالم معروفة حتى الهوليغون اللي هما ظاهرة المشجعين الكورة اللي سببهم مشاركة هذه هذه الدول المتقدمة حتى ولها شرطتها اللي تحكمها وقوانينها لذلك أنا أعتقد إن شاء الله يعني حتى الآن زي ما تفضل الأستاذ عقل ما فيه أي مشاكل وإحنا سعداء بالقرار ونبغى نحرق المرحلة بعد نبغى قرارات أجمل وأحسن عبدالله إسرائيك أنت في قرار السماح للنساء بدخول الملعب ما فيه شك قرار جيد يعني قرار كان منتظر في النهاية المرأة مثل الرجل يعني في الشارع في المسجد الحرام في المسجد النبوي في المحل في المطعم في الملعب يعني ما دامت ما دامت العملية كلها محكومة بالأنظمة والقوانين ودائما الصحي ترى يعالج الصح يعني حالة الصح تعالج حالة الصح لجنبها تعالج لكن إذا وزعت وقلت هذا ممنوع وسيبقى ممنوعا لأنه سيمارس سيبقى ستبقى مسألة خطأ طوال العمر لكن يعمل حالة الصح وتشتغل على المربع اللي حولها فالمجتمع يصير طبيعي بعدين يعني هذه مسألة مسألة أخرى أنا كنت أشوف مباردة التعاون والفيحة قبل ثلاثة أو أربع أيام أو خمس أيام أي ففي مدينة بريدة بريدة عدد السكان هي ممكن حوالي ستمائة سبعمائة ألف أربعمائة ألف أكثر أو أكثر أوقع عدد الحضور ألفين ألف خمسمائة ألف فأنا أعتقد أن على الهيئة هي أن الهيئة قرارها جميل لكن حنا عندنا السعوديين مشكلة أن ما عندنا وجهات ترفيف في نهاية الأسبوع العقلية السعودية عادة ما عندنا المسألة هذه ليسواب كثيرة تاريخية أيوة يعني الملاعف في أوروبا مثلا تحجز قبل أربع شهور أو خمسة شهور يعني عارف أنا كأسرة أو كمشجع ريال مدريد وبرشلونة أنا راح أحضر في ثلاثة مارش مثلا مباراة ريال مدريد نحن عندنا بالبركة فأنا أعتقد أن الهيئة هيئة الرياضة أيضا بحاجة إلى أنها تعمل يعني جدولة يعني تعيد مفهوم الناس بشكل معين بتثقيف الناس في مسألة أن هذه جزء من الترفيه ما هي مسألة فقط أن أروح أنا أشجع متعصب الفريقي أنا أبغى أحس أنها ترفيه أبغى أروح في المباراة في نهاية الأسبوع يمكن أن الأماكن غير مهيئة بما يعني يصرف الناس على الملاعب يقعد يشوفها في التلفزيون لا 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 أعتقد أنها قضية ملاعب أعتقد أنها قضية مجتمع في كل شيء إحنا ما عندنا ترى نهاية الأسبوع ما عندنا حتى يعني فيه زميد لنا يقول الويكند هذا بالنسبة لنا سكليف تقعد في البيت يومين صحيح يعني ما تسوي أي بس فيه فيه اللي يروحوا استراحات يعني بس في النهاية هل يعني هذي جزء من الثقافة هل أننا محتاجين نغيرها هل أنت الترح أنت أنه يصير إلى جانب المباريات يعني وسائل الترفيه وقراء خليها جزء من هذه جزء من الترفيه يعني وذكر على فكرة التركية للشيخ في المسألة هذه حكاية صناعة وترفيه إنه يبغاها صناعة صناعة الترفيه وحن نقول صناعة الترفيه وهذه مسألة مهمة أيضا المناطق المفتوحة اللي قالوا في الملعب للشباب والشاب في الملعب هذي شغله تشيدة هذي 2-24 ساعة نعم بثقافة اللي يقول بهم وقلنا أنا صغار ونحن نوات نقل نعودهم الشباب بس هو يقصد أنهم يتعودون ايه أقول لك يعني الجهد للأجيال تخيل في 500 مشجق مباراة نهاية أسبوع في مدينة عدد سكان هربائة ألف وكلهم يشجعون يعني التعاون الرايد لا اي 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 هي كانت مباراة بين التعاون التعاون والفيحة يلا عدل لي جمهوره كثير اللي ما بهم مثله بل قصير ايه ايش ايش تعليقك على حضور النواعم إلى الملعب اه والله يعني هي خطوة او جزء من حزمة ترفيهية يعني دخولها مركز منك فقافي لحضور فعالية دخولها للملعب الجوهر لحضور فعالية دخولها للملعب لحضور مباراة كلها يعني في اطار يعني تنويع وتنوع الترفيه لكنه انا اعتبره صراحة هو حق مدني صرف النظر يعني عن يعني كون او تأثيره من ناحية ترفيهية هو حق مدني للمرأة انه مثلها مثل مثل الرجول لا حق انها تحضر ممكن ما تحضر ممكن ما تحضر من دميور رياضية يعني انا حضرت مبارا مرتين في حياتي وطبعا مش في السعودية مرة كان في دبي حضرت مباراة للهلال والوصل كان جمهور العنصر النسائي فيه كلهم بسعوديات عوائل كان منظر غريب حتى في الجزء الاماراتي كان عدد قليل جدا يعني ممكن هم اعتادون فكرة وما في مشجعين بالعدد الكثير منطقة رياض الحالة تجاوزت خمسة مليون صحيح يعني فالحضور صراحة يعني ممتع خاصة لما تكون يعني الفريق تكون مباراة مثلا لها اهمية نهائية او يعني مباراة للمنتخب يعني فيه حوافز كثير انها تدعو ان المرأة انها تروح تجمع عائلي وبهيج صحيح لكن طبعا مسألة يعني القرار هذا انا اعتبر انه ما كان علقت في قرار استمح قيادة المرأة هذه بداية ستأتي قرارات كثير لصالح المرأة وصالح السعوديين يعني بشكل عام يعني يعني عندنا افكار كثيرة لكن انا يعني اثق ثقة مطلقة ان الدولة يعني 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 تعلم يعني احنا نتناقش امامها في التفزيون في تويتر في المقالات اللي نكتبها اعتقد انها تعرف احتياجاتنا واكثر من احتياجاتنا وانشارة بذن الله باستقبل قدامنا افضل متأسا فاصل فيما نعود اليك اهلا وسهلا بكم واهلا بضيء الكرام الاستاذ عقل الباهلي الاستاذ عبدالله العتيبي دكتور عامل هزاني الدكتور الزينب ابراهيم موسيقى تستعد الادارة العامة للمرور خلال الايام المقبلة عرض لقطات للمخالفين للانظمة المرورية اثناء ارتكاب المخالفات التي رصدتها كاميراتها الموزعة في مختلف مناطق المملكة وذلك عبر شاشة التلفزيون السعودي ممثلا في القناة الاولى وتهدف ادارة المرور من عرض اللقطات نشر الثقافة المرورية بين قائدي المركبات لحفظ الارواح والممتلكات وتقليل السلوكيات المرورية الخاطئة التي تتسبب في الحوادث المرورية التي ينتج عنها وفيات واصابات بالغة واضرار مادية ومعنوية موسيقى سبحان الله انا ما عجبت لي فكرة انهم بيعرضون لقطات للمخالفين او يشاهرون فيهم يعني احسنا انه بعض المراهقين ينبسط انه تطلع صورته في التلفزيون اللي يفحطون يمكن يكسبهم شيء من الشهرة هل تعتقد انه قد يكون هذا رادع؟ لا ربما انا ما كنت اعتقد انا ممكن ما فهمت الخبر كما هو ايه انا ما كنت اعتقد انه انا كنت اعتقد انه هم يوررون كيف الخطأ يعني يجبون لقطات لا ايضا في نية للتشهير بالمخالفين هذا بس يعني بيحطهم صورة واحد كده يفحط يقولون اقدم المدعوم لا انا يعني من تعرف هو حديث المجتمع ايه بس انا ما اعرف كل ما يجي مدير مرور اه لا يزال مش بس المرور في الاجهزة الامنية كلهم دائما يشتكون من الافراد ايه قلة افراد ام ما اعرف طبعا ما ممكن يعني تحل التقنية مكان الافراد في كل شيء ام انا اعتقد انه او شيء عندنا يعني بطالة لكن الاحتياج يعني انت ممكن تنظف يعني كلنا عشنا في مراحل رجل المرور موجود في الشارع دائما نشوفه يعني كدامنا ويتدخل اليوم يعني كل الناس ايه مرك انبغى صار رجل مرور وانبغى صار مدير كلش ان جاء وهو له يعني يبغى يعرف وش اللي صاير صاره مرور وشرطة وكله وانصار يعني حادث ولا يبغى يعقب كان لا اذا ابوه بتباير انا اعتقد انه كثافة رجال المرور ايه في مراحل اعادة صياغة الانسان السعودي وعلاقته بالمرور وعلاقته بالقيادة انا اعتقد انه يحتاج مثل ما تشتري اجهزة تشتري سيارات كمان تعين مجموعة من الشباب ايضا تربية الحين كل اكثر الحالات شوف رجل المرور واقف وشوف جواله يعني مثلك يعني فما ادري انا اشوف واحد امس يقول لي اسحبوا منهم الجوال من رجال مرور هذا قد يكون فيه عسف لكن قد يكون فيه تشديد على انه ممنوع استخدام هو انت واقف تراقب المروه مثلا يعني ايضا وجود الضباط انا من اول كنت اشوف في المواقع الحساسة تلقى مثلا وقت العصاري اللي هو الضغط تلقى ضباط واقفين في يعني ومعهم قوات انا اعتقد انه المجتمع الان يعني فيه زحمات وفيه عدد السياق وبيجي بعد مع دخول المرأة للقيادة فبالتالي الكادر البشري ايه انا اعتقد انه وروري جدا جدا اذا انتم ترغبون المرور يعني يعيدون صياغة علاقة الناس بالقيادة فهم يحتاجون الى كاميرات ويحتاجون الى ولا يذهبون الى مضاعفة الغرامات الغرامات الناس الحين ما دافعين ثلاثمائة ريال الناس ما يدرون ان فيه ناس عليهم على مياه وعشرين الف وستين الف ولا يدفعوها واللي في السجن واللي منحاشوا مخلي سيارته الحين تحط غرامات ثلاثتلاف وستهلاف مين يدفع تبون تحدون من المخالفات كثفوا رجال المرور وحطوا جدية مختلفة تماما عن الماضي في مسألة ادارة الشارع وإلا سنظل ولن يقدفع ثلاثتلاف وستهلاف ثلاثتلاف ما يدفع واحد وعشرة ما يقدرون وش بتسوه خلي نشوف الدكتور عمل هو الشيء اللين هم الآن خلاص صاروا جزء من العملية لكن تسوقين انت يا عمل؟ أنا حاليا طبعا ما عندي رخصة قيادة لكن ان شاء الله نبس تعرفين؟ يعني نسيت أبو خفيف طيب أنا بسألك لا انت وبعدين وزينب انه انتوا ما تسوقون الآن إذا ركبتوا مع السواق تحسون بالتوتر زينا احنا 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 اللي نسوق الآن نشعر بالتوتر في الصراحة من اللي يجي من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار ومن السرعة والتهور هل وانتوا الآن ركبين مع السواق مرتاحين؟ لا طبعا من المرتاح هل سببين؟ أولا أنا مثلا أقرأ خبر أن السعودية الأعلى معدل في حوادث السيارات في العالم هذا خبر مريع وخبر ببساطة يقول إن عندك خلل في الأنظمة خلل واضح في الأنظمة وأنا أعتقد أن الخلل يكمن تحديدا في نقطتين الأولى المتابعة وأنا خالف أستاذ عقلم يقول إنه في مرور في كل مكان ما هو صحيح في شوارع رئيسية إلى الحين ما يعني حتى شوارع رئيسية ما تجد فيها رجل مرور أو تجد في مناسبات مؤينة في حدث مؤين للتنظيم فقط لكنك لا تجد رجل مرور الذي يحاسب وله هيبته ما موجود الآن هذا الشيء الثاني حتى لو حصلت مخالفة المحاسبة ضعيفة طبعا ساهر ناجح حسب الإحصائية خفى 43% من الحوادث هذا الشيء ممتاز أنا مع أي قانون يحجم أو يقلل من هذه النسبة يعني فيه معلومة وهذه معلومة يعني من جهة رسمية أنه خلال خمس سنوات توفي عشرين ألف سعودي جراحوا هذه السيارات عشرين ألف توفوا هذه الإصابات في خمس سنوات أرقام مريعة أرقام تخوف فأنا لما أفكر أنه قد لا سمح الله أفقد عزيزة علي أو أفقد نفسي في حد السيارة أتمنى أن الدولة تضع أقصر عقوبات وليس فقط مثل ما قيسد عقل أنه غرامة مالية فيه ناس كثير يقدرون يدفعون 300-500 يقدرون يدفعها ويمشي لكن فيه عقوبات أخرى وقف الخدمات مثلا من معنى السفر مثلا كل هذه الأشياء يتشدد عليها حتى بالمخالفات التي يعتقدون بعض الناس بسيطة التجاوز الأولوية المرور من اليمين أو اليسار أي خطأ قد يؤدي إلى حادثة أنا أعتبره الشروع في جريمة لأنه ممكن منها يؤدي إلى الموت فهذه الناس اللي يفترض أن يطبق عليها أقصر عقوبات في لندن شوارح ضيقة جدا ما أعرف كيف ناس تمشي رخصة القيادة عشان يحصل عليها وهذا يعني قاصر بينه بين سايق تاكسي قال لما حصلت على الرخصة كأني حصلت على شهادة أكاديمية من صعوبة الحصول على الرخصة من التدريبات المكثفة وشوارع لندن يعني كثير مننا يعرف كيف ضيقة جدا ولا تعرف كيف ومع ذلك يتحكمون فيها ونادرا ما تسمع صوت حتى زعج السيارة وهذا يضرب لهذا ولا خصومات ولا واحد ينزل ولا يطلع الرصيف مي موجودة هذه الأمور فأنا أعتقد أنه عشان تقوم ثقافة أي مجتمع لابد نسلم قوانين صارمة خاصة فيما يتعلق بحياة الناس أنا أشوف وجهة نظري أنا أيضا ترى أشارك الضيوف في وجهة نظر أنا أشوف أنه مع تتابع وتوالي أن يأتي إلى الجهاز المرور مدارا من عقود كثيرة ما نجحت خطة المرور عندنا أنا دائما أقول لماذا لا نأتي برئيس تنفيذي أجنبي بريطاني أو وتبر ويعطينا يا أخي طريقة في إدارة النظم المرورية في المملكة كما هي في الخارج إلى فترة معينة هل يعني يضبط الأمور ثم يعني نمسك المواطن هذا الجهاز الحساس والمهم ما رأيك عبد الله يعني إذا ربط الحزام حتى الآن ما قدرنا أن ننزم السائقين به هل ممكن تطبيق هذه العقوبات اللي يعني يشار إليها الآن يعني إلا الآن تشوف ناس قاعدين يسوقون من غير ربط الحزام إلا الآن في ناس يتكلمون بالجوال وزي ما قال عقل صراحة يعني إلا الآن أيضا هناك رجال مرور يتكلمون في ذا ولتقاهم قاعدين في السيارة بس ومشغولين الحقيقة أني ما أقدر ما راح أدو سي إيش رايك في الفكرة في الفكرة اللي قلت أنا إنه يمسك رئيس تنفيذي على الأقل إجاب كيورج ممكن جورج وممكن غير جورج يعني أنا شخصية ما عندي مشكلة إنه رأسي شركات أو كده جارب يعني أي لا أنا بقاه جورج ما بيمدحة ولا ذا لا تجيب لي من هذا النظام القاضي لا نكون النظام مدحة أنا ما أقدر أضيف عن اللي أضافوه الزمنة يعني أعتقد أنهم قالوا لي مفروض يكون إجابة لها السؤال هذا أصلحوا نظام المرور ثم بعد ذلك يعني يشوفوا العقوبات المناسبة للمخالفين أنا خلينا أقول لك عن شغلة محددة تطرقت لها الدكتورة أمل مسألة ساهر كون لنا مع ساهر لكن أيضا لا يكون ساهر هذا فقط يعني مسألة لجباية المال أنا خلينا أقول لك مثال بسيط عندنا في الحي مثلا في شارع معين يعني يسرعون فيه الناس عادلين جاوزون ثمانين جاء ساهر مشكورا وموضع كاميرا ساهر نزلت السرعة وارتزموا الناس لما تعودوا العالم على كاميرا ساهر وأصبحت يعني ما تشتغل بالأسابيع لأن الناس تعودت عليها وأصبحت شلوها فعادت السرعة من جديد طيب خلوها عالجت وضع هذه الكاميرا عالجت وضع الآن يعني نبغاها تجدس الشارع خلوها أنها تعالج وضع شلوها عادت السرعة من جديد أنا أتوقع أنهم شلوها لأنها ربما ما صارت دخل مبلغ معين يعني يعني يتناسب مع سات ما أقول أنها العملية تجارية فقط أو جباية أنا قد جباية أموال أعتذر على المسألة هذه الجديدة لكن أقول إن في خلل وضعوا كاميرات ساهر في الأماكن اللي محتمل فيها سرعة بحيث أنكم تمنعون السرعة وتمنعون الحوادث إلا تضعونها في أماكن ترصد يعني خلف شجرة أو خلف برميل أي المهمة المتسترة متسترة أنا أبغى أدري عشان أمشي السرعة هذه أصلحوا لظام المرور يجب أن يكون رجل مرور رجل وأنا وأكد على كلام الأستاذ عقل قبل عشرين سنة يعني كان المرور له هيبة الحقيقة كانت هيبة للمرور موجودة في الشارع رجل مرور له هيبة الآن يعني أنا أشوف أحياناً قبل يومين كان قدامي تفتيش رأي سيارة صغيرة مفروضني يروح للتفتيش عكس الطريق وأخذ الطريق آخر وكانت العملية ماشية يعني يقول كيف عند الجرأة هذا الآن يعني هي غياب الهيبة إنه يعمل العمل هذا في طرق الملك فهد زينب ليش يعني ليؤكد على كلام الكلام إنه النظام إذا صار قوي زي ما تقول أمل ولذا يمكن يصير يلزم الساعة بالانضباط بدليل إنه إحنا أو السعوديين إذا سافروا برا برا المملكة يعني يلتزمون لماذا يلتزمون خارج المملكة ولا يلتزمون في الداخل الإلتزام بالنسبة للسعودي ومشكلته مع المرور طبعاً المرور أول حاجة إحنا أول ما تكلمنا عن المرور تكلمنا عن إنه في تشهير رح يعملون تشهير في أي شخص مثلاً يخالف طبعاً المرور غريبة أن يصدر هذا القرار وعملية التشهير هذه الآن على حسب الجرامة الإلكترونية هذه لا يمكن إنك تشهر بشخص إذا شهرت بشخص هذا فيها عقوبة سجن وغرامة خمسمائة ألف إذا إلا لا تشهر إلا بحكم قضائي إذا كان هذا فكرة يعني شوف كيف المرور إلى أي مدى أنه يطلق يعني مثلاً تصاريح جزاف يعني كيف تقول إنه شهر إلا إذا كانت الفكرة أنه مثلاً فقط تصوير شكل المركبة بدون ملامح الشخص أو بدون رقم السيارة هذا جائز هذه أول حاجة الشيء الثاني بالنسبة لطبعاً فكرة أنه مثلاً التزام بحزام الأمان وغيره التزام بحزام الأمان هذا فكرة عالمية إيه في دراسة في دراسة طبعاً أقيمت في الإمارات السنة اللي فاتت وكانت العينة من ألف شخص فكلهم كانت يعني النسب اللي يتحدثون عنها في عمليات أنه الالتزام بحزام الأمان طبعاً في كثير منهم يرى أنه يعني نتاج الدراسة جات بعضهم يقول أنه أنا والله سوقتي كويس عمري مثلاً ما سويت حادث اللي يقول أنا والله ما أطلب من السائقين كانت ثلاث سائقين ما أطلب منهم أنهم يضعون حزام الأمان بعضهم يقول أنا في المقعد الخلفي فأحسب الأمان بنسبة 50% ما يحتاج أني أربط الحزام أيضاً السائق نفسه أحياناً يقول أنا ملابسي مكوية وكذا ما يحتاج وحياناً ثقافة فهذه هي مشكلة عندنا قائمة مشكلة في الإنسان نفسه مشكلة التعود أنا أعتقد أنه إحنا في مدارسنا يفترض في تعليم للقيادة من الثنوي تعليم القيادة تعليم الالتزام فيها الشي الثاني أنه القانون لابد يطبق على الكل ما يجي القانون أنه فقط على فيها وفيها أخرى الشي الثالث أنه في إدارة أمن الطرق في العالم عملوا كانت إدارة الأمن والسلامة تخاطبوا الشركات المصنعة للسيارات بأنهم يضعون طبعاً أنت عارف لما تلبس الحزام في السيارة في صوت يطلع يذكرك أنك لازم تلبس الحزام لكن أمن الطرق في العالم أجبروا السيارات أنه قالوا فكرة أنه يتوقف المحرك ما تمشي السيارة إذا أنت ما لبست حزام الأمان ويممتاز الفكرة جيدة وأجبروا مصانع السيارات المنتج للسيارات أنهم يضعون الفكرة هذه لأنها عالمية ليس أننا بس سعوديين أو في الخليج ما نربط حزام الأمان لا هي كومن من ظاهرة عالمية فهذه أحد الحلول لها وشيء جميل أتمنى يكون عندنا إحنا حلول من عندنا إحنا وزي ما تفضلت يعني شوف حتى أبسط تجربة هالإمارات عندنا لما تروح هناك سوق سوق عندهم جيدة صراحة في الشوارع فيه آمن وفيه مرور جاد فأتمنى أنه يعني نستنسخ التجربة إن شاء الله خلي شوف بس موضوعنا الأخير سريع يا عقل اللي هو تعليق على كلام وزير المالية سعودي الجدعان أن الحكومة قد تتمهل في رفع بعض الأسعار ومن بينها يعني أسعار وقود وغيرها وذا على أساس ترحيل المسألة التوازن إلى الجهاز التعبير إيش تعليقك يعني هما يتحدث عن التوازن المالي لكن يعني طبعا إنه من عشرين ثلاثة عشر ثلاث سنوات شيء كويس أنا أعتقد أنه أيضا قال كلمة مهمة على فكرة هما يقولون القرار الرسمي يعني هذا لا يزال قيد الدراسة حتى لا يفهم أنه يعني نحن نقول قرارات لا هو يقولوا أنه هذا يعني خلال أسابيع سيبت فيه سيصدر فيه يعني قرارات أو شيء من هذا القبيل أنا أعتقد أنه فيه مسألة مهمة يعني من الأشياء القادمة أنه ذكر معاني الوزير أنه لتنشيط الاقتصاد واحدة من الأساسيات لتنشيط الاقتصاد فيه مبالغ ستضاف على العمالة للقطاع الخاص غير حقة العائلات يعني أربعمائة ريال على العامل أعتقد أن هذا واحد من الأشياء اللي يعني إذا تحقق مع وجود عمل عدم وجود عمل كثيف سيضر بالنمو الاقتصادي أعتقد أنه الآن المفروض أنه يترك حتى خلش دكتور عامل أشتعلي يعني الخبر هذا سواء تأكد يعني وأصبح يعني قرار أو يعني لم يحصل هو بحد ذاته بشرة أي للسعوديين بموضوع أنه صار في تقليص للعجز هذا شيء مشجع أنه يعني سياسة خلينا نقول التقشف أتت بنتيجة لدرجة أنه أصبحت مثل هذه القرارات التي كنا نفكر فيها بجدية وأنها مهمة أصبحت الآن محل نقاش تحصل أو ما تحصل أو يتم تأخيرها ونسبة العجز انخفاضها من 17-10% في هذه الفترة وجيزة دليل على يعني يعني قوة اقتصادية وأن الخطة صحيحة وفي ثبات في الخطة عبدالله أنا أعتقد أنه موازنة يعني موازنة بين مصلحة المواطن ومصلحة الدولة كجهاز يعني في النهاية العملية أعتقد أنها موازنة والدولة حريصة على الموازنة هذه يعني لا تريد أن يتحمل المواطن مثلا يعني عبء إضافي في ظل مثلا خفض العجز أو ارتفاع سعر البترول يعني تقريباً البترول 59-60 دولار فأعتقد أن الدولة أعادت براجعة هذه الموازنة من جديد مصلحة المواطن ومصلحة الدولة كجهاز يعني يدير هذا الوطن وأعتقد أنها بشرة منذ ما تفضل الدكتورة ممتاز أنا انتهى الوقت عندي بقية اللي أنا أشكر ضيوف الكرام أشكر الدكتورة عامل الحزاني اللي شرفتين بالحضور اليوم أشكر الدكتورة زينب إبراهيم أشكر الأستاذ عقل باهلي أستاذ عبد الله ناصر تيبي أشكر لكم إلى الأسبوع القادم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة